ما فتأت السيول التي ضربت عددا من مناطق العراق تكشف جانبا من هشاشة البنى التحتية والسوء الخدمات التي يعيشها هذا البلد في قضايا توز خرماتو التابع لمحافظة صلاح الدين استيقظ الأهالي على انهيار أحد منبرات جسر توز خرماتو والبالغ طوله 940 مترا جراء السيول التي أدت إلى تهالك دعامات الجسر الانهيار أدى إلى إرباك حركة النقل وإيقاف شاحنات الحمل بعد أن بات الجسر مقتصرا على ممر واحد معرض هو الآخر لخطر الانهيار عمسة اقتريل أنا أتصار اليوم من بره نايم والله العظيم بل إن جانا سادين طريقة سدوزة عمد افتح الحولي خليه يروح العالم سوي الحولي عندك شوفلات عندك قلابات خليه قائم خليه يسوينا حل هذا الشغلة هذا الشغلة يتأخر هذا الشغلة هذا الجسر بعد أنساها ما يسوينا حكومة عندها فلوس حكومة جاي من شوارع يأخذون فلوس من عندنا خمسة عشر جباية خمسة آلاف جباية عشرين قبان أنت سامع بحياتك قبان عشرين ألف الشاحنات أخذت تصطف خارج توز خرماتو بانتظار حل سريع بتصليح الطريق الحولي الذي جرفته السيول هو الآخر ليكون بديلا عن الممر الذي تخسف قرابة خمسين مترا منه والسبب الرئيسي هو الإهمال الهالي أبدوا خشيتهم من أن تستغرق عملية الإصلاح وقتا طويلا كما تعودوا على ذلك مما قد يطيل عمر المعاناة جسر توز خرماتو من الجسور الحيوية لربطه المحافظات الوسطى بكاركوكو محافظات كردستان العراق نزل ربع جسر ربع مال هذا يعني الدنقة وحدة تأخروا بها سنتين أنه بهذا جسر وش طوله وش عرضه يخلصها بيوم يومين وهي الناس مقطوعة رزقها زين أخي خلي سوينا هذا الحولي ويفتح الطريق للعالم هاي الناس ماتت من الجوع خطيئة جسر توز خرماتو من الجسور الحيوية لربطه المحافظات الوسطى بكاركوكو محافظات كردستان العراق وهو واحد من أطول جسور العراق أصبح اليوم معرض للانهيار أمر إن حدث فإنه يعني قطع الطريق الرئيسي بين بغداد كاركوك وبالتالي معاناة أخرى للساكني تلك المناطق وأصحاب المصالح الذين يسلكون هذا الطريق المهم يوميا